رحمن الرحيم هنبدأ اول محاضرة في الميتابوليزم الميتابوليزم بتشمل يا اما تصنيع يا اما تكسير النهاردة انا هعمل تصنيع للليبد انا الشرح بتاعي والشابتر بتاعي هو عبره عن الليبد النهاردة اول حاجة هاخدها اللي هو التصنيع اسمها لايبوجينيسيس لبيد ميتابوليزم النهاردة هناخد التصنيع ومدام قلت كلمة تصنيع او بناء يبقى هستخدم المقطع جينيسيس وانا بابني لبيد فعلى بعضها تبقى لايبوجينيسيس لكلمة جينيسيس معناها بناء لو شفتها في اي كلمة يبقى اعرف على طول ان معناها ان انا بابني حاجة طيب المقطع اللي قبلها يبقى ايه الحاجة اللي انا بابنيها لايبوجينيسيس بناء الليبيد جلايكوجينيسيس بناء الجلايكوشيس وهكذا عايزين ناخد بالنا بس من حاجة ان انا هنا لما بقول لايبوجينيسيس آآ يعني بقصد بيها تصنيع الترايق أسايل جليسرول أو الترايجل سرايد طبعا احنا خدنا بتاعة الليب دي المرة اللي فاتت وعرفنا ان فيه سيمبل لبيد وفيه كومباوند لبيد زمان كنا بنشرح التصنيع السيمبل وتصنيع الكمباوند آآ طبعا السيمبل كتبتت اسم لنوعين ترايجل سرايد وواكس آآ انا في شرح مش محتاجة منكو السنية دي جير ان انا اعرف تصنيع الترايق أسايل جليسرول يعني بالنسبة لي هنا تصنيع الترايق أسايل جليسرول عايزة منكو كومباوند ولا جيره طيب الترايق أسايل جليسرول اللي حين اتفقنا ان الليب د عبارة عن آآ تفاعل او نتيجة تفاعل الكحل مع فاتي اسد آآ طبعا الالكحل هنا هيكون نوع ايه نوع جليسرول اللي هو ايه تراي هايدريك الكحل وفيه تلاتة هيدروكس الجروب متحدين مع آآ سري فاتي اسد عشان كده سميته ترايق أسايل جليسرول دهون سلسية طيب بما ان هو عبارة عن آآ جليسرول وآآ وفاتي اسد يبقى انا دلوقتي اصنع المكونات وبعدين اركبها على بعضها يبقى الخطوات عندي تلاتة المكونات عبارة عن اتنين اللي هو تصنيع الجليسرول وتصنيع الفاتي اسد بعدين لما اركبهم على بعض يبقى اسمها ايه دي الخطوة التالتة اللي هي تصنيع ترايق اصايل جليسرول بقى تصنيع الجليسرول تصنيع الفاتي اسد اركبهم على بعض اللي هو تصنيع ترايق اصايل جليسرول ولا على بعضها انا محتاج تلات خطوات اعرف تلات خطوات طيب اول خطوات تصنيع ترايق اصايل جليسرول تصنيع الجليسرول في علاقة رايح جاي ما بين الجلوكوز والجليسرول بمعنى عندي كمية كبيرة من الجليسرول أقدر أحاولها إلى جلوكوز عن طريق عملية الجلوكونيوشنس عندي كمية كبيرة من الجلوكوز أعمل لها جلايكوليسس وأحاولها إلى إيه؟ إلى جليسرول طب هل التحول ما بينهم بيحصل مباشرة؟ لا بيعدي على اثنين من المركبات الوسيطة اللي هم اسمهم إيه؟ باسمهم جليسرولدهاي الثلاثة فوسفيت والضايهايدروكسي أسيتون فوسفيت يبقى اللي بيحصل كالآتي جلوكوز جليسرولدهاي الثلاثة فوسفيت عند ضايهايدروكسي أسيتون فوسفيت هم الاتنين يقدروا يتحولوا إلى إيه؟ إلى جليسرول طب عندي جليسرول كتيل أخذ منهم توملوكوز واحد يحولوا إلى جليسرولدهاي الثلاثة فوسفيت والتاني إلى ضايهايدروكسي أسيتون فوسفيت ثم الاثنين مع بعض يبتحتو يدوني جلوغوس تاني خطوة في تصنيع ترايق ساي الجليسترول هو تصنيع الفاتي اسد اي بصوي بناخدو عاودو نفسكو ان انتو لازم تعرفو عنو حاجتين اول حاجة مكانو بيحصل فينا على مستوى الارجن ومكانو بيحصل فينا على مستوى الخالية فانا عندي هنا بالنسبة للفاتي اسد اطبق عليه الكلام بيحصل فينا على مستوى الارجن هنخدها في السلايدز اللي جاي ان شاء الله بيحصل فينا على مستوى الخالية ممكن يحصل في مكان من ثلاثة ياما السايتو بلازم ياما مايكروزوم ياما مايتو كوندري السايتو بلازم هو اهمهم وهو اللي هندرسه بالتفاصيل ان شاء الله وبعدين ناخد الاثنين التانيين مكرنة تنبيه طب السايتو بلازم لو اسمي تاني او لو اسمي تاني اللي هو اكسترا مايتو كوندري او دينوفو سينسسس كلمة دينوفو يعني تصنيه حاجة جديدة يعني ما عنديش فاتي اسد بصنعه من الاول خالص لغاية الاخر انما المايكروزوم والمايتو كوندريا زي ما هناخد في الجدول ان شاء الله يبقى عندي فاتي اسد موجود بس حاجة مصغير وبطوله انما الدينوفو يعني انا ما فيه كانش عندي فاتي اسد خالص وبصنعه من الاول من البداية خالص بيحصل فين بقى على مستوى الارجن احنا قلنا ان هو في السيتو بلازم على مستوى الخالية طفين على مستوى الارجن احصل في الليفر وكيدني اللي بالكو ان الليفر ده هو المنظم لعملية الميتابوليزم في الجسم يعني اي بصوة غالبا بيحصل فيه ويا لي الكيدني بقية الارجن بيحصل فيها لان انا محتاج لبت في الارجن دي يعني مثلا البرين البرين اللي بيمثل فيه يعني صور مهم جدا جدا في الوظائف بتاعته المامر جلاند عشان خاطر تصنيع اللبن اللي هي الغدد اللبنية الاديبوستيشون طبعا عشان اخزن الكربوهيدريت الزيادة في صورة لبت فيه النسيج الدهني طيب اول خطوة من خطوات الاكستراميتو كوندريا للبيو سنسزز ان انا بجيب اسيطايل كو ايه مادة الخام بتاعتي اللي انا هصنع منها الفاتي اسد هي الاسيطايل كو ايه طب ايه الرياكشن اللي هيحصل ايه التفاعل اللي هيحصل بعمله حاجة اسمها كاربوكسيليشن يعني بحوله الى مركب فيه كاربوكس الجروه زي ما قدامي المعادلة طب يا دكتور المعادلة دي علينا والمعادلات دي علينا المعادلات طبعا انتو مش هتسهلوا فيها لان اغلب الاسئلة هتبقى لكن صدقوني هتساعدكو على الفهم يعني اي معادلة حاولوا ان انتو تقروها الاول قبل ما تغيروا الكلام النظري عشان هتسهلكو الفهم اللي هيفهم الكلام النظري من غير ما يبص على المعادلات اوكي مفيش مشكلة لكن انا نصيحتي لكم ان دايما تعتمدوا على المعادلات طيب يبقى انا المادة الخام بتاعتي اسطيلكو ايه هعمل لها ري اكشن اسمه ايه اسمه كربوكسيليشن كربوكسيليشن يعني هزود لها سي او او اتش هجيب منين المركب ده هجيبه من البيكارب او البيكاربونيت لاص اللي هو قدامي موجود عندي في الايه البيكاربونيت زائد الاسيطيلكو ايه عن طريق انزيم اسمه اسيطايل كو ايه كربوكسيليز خلوا بالكو ان اسم الانزيم ييجي من المادة اللي بيشتغل عليها او السبستريت اللي بيشتغل عليها وبعدين الاكشن اللي بيعمله وبعدين المقطع ايه هو شغل على مين او هيعمل كربوكسيليشن لمين الاسيطايل كو ايه هيعمله عملية ايه عملية كربوكسيليشن يبقى اسمه اسيطايل كو ايه كربوكسيليز لا اسم الانزيم معرفش انتو خدتوا الانزيمات ولا لسه بس الانزيمز دايما بتحتاج او احيانا بتحتاج مساعدين يقولوا عليها كو انزيمز يعني حاجات او مركبات مش هينفع الانزيم مش تجل الا بيها وجالبا الانزيمز دي بتبقى او بتبقى عشان كده الانزيمز مهمة جدا في العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمنا يعني هي دي الفيتامينز بتكتسب اهميتها من الفانكشن اللي بتقوم بيها اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن انها بتمشي تفاعلات الكيميائيل لجوه جسمنا يعني البيوتين ده عبارة عن ايه عبارة عن فيتا والام ان اللي هو المانجانيس عبارة عن ايه عبارة عن منرال معدن فانا عندي دلوقتي الرياكشن عبارة عن كربوكسليش الانزيم اللي بيقوم بيه او بينشطه وبيعمل اللي هو محتاج مين? محتاج المانجانيس والبيوتين. دي اسئلة ايه? اسئلة طيب اه برضو قبل ما نسى. قديم بالكم من المعادلة. انا استهلكت طاقة دي عشان 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 نعمل الرياكشن ده. انا استهلكت جزء استهلكت عبارة عن ايه? عبارة عن او او الاختصار اللي ايه? اللي هو عملة الطاقة. انا ليه بس انا ليه بحتاج الطاقة في الخلايا? عشان امشي بيها الرياكشنز بتاعتي. فانا دلوقتي الرياكشن ده محتاج ايه? محتاج طاقة. بجيبي اللي هو عبارة عن اكسر منه فوسفتاية. اه الربطة اللي الفوسفتاية دي مرتبطة بها في التفاعل او في المركب اللي هو حاجة اسمها هاي انرجي بوند. لما اكسرها تطلع طاقة. طاقة دي هي اللي هتمشي التفاعل. عشان كده الاتي بي اكسر منه فوسفتاية. يبقى اسمه ادينوزين ضيفوسفيد زائد الفوسفتال اللي اتكسرت منه. تراي بقى ضاي والفوسفتال اللي اتكسرت بقت لوحدها. اللي اسمها ان اورجانيك فوسفيد او بي اوي. انا الاسيطايل كو ايه الى مالونايل كو ايه. طيب الانزيم التاني اسمه فاتي اسد سنسيز. ده الانزيم التاني. الانزيم التاني ده بقى معقد شوية. بمعنى ايه? وعبارة عن يعني عبارة عن وحدتين. ووحدتين دول شبه بعض بالزبط. بس مع كوسين عاملين زي المراية. يعني كأن واحد قدام المراية شايف نفسه. ايد اليومين لما يرفحها هتبقى بالنسبة للمراية شمال. مع كوسين مش زي بعض. طيب كل مونامر منهم عبارة عن ايه? عبارة عن سبع انزيمات. سبع انزيمات وشيال. واعرفوها كده لغاية ما ايه? ان شاء الله ندرسها في التصنيق في الخطوات اللي جاي. عندي دلوقتي هنا مسلا الجزء اللي انا مشاور عليه ده. اللي هو دي بدايته ايه? ادوا معي كده عدد الدوير هتلاقوا عددهم ايه? تمانية. تمانية دول بيمثلوا ايه? بيمثلوا السبع انزيمات والشيال. الشيال ده اسمه اصايل كارير بروتين. كارير يعني ايه? يعني شيال. وبقية الكوار كلها عبارة عن او بقية الدوير كلها عبارة عن ايه? عبارة عن انزيمات. سبع. يبقى الجزء ده مونمر. خلاص? طب الجزء التاني. الجزء التاني هو المونمر التاني. برضو عبارة عن ايه? عبارة عن سبع دوير وشيال. نفس التركيب. طب مال ايه بقى اللي حصل? اللي حصل انهم عبارة عن يعني يعني علاقتهم ببعض انهم مع كوسين. يعني الاند اللي هنا دي. شايفين هنا 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 ناحية فين? اهي. الاند اللي شبهها المونمر التاني بتبقى الناحية التاني. اللي هي دي. نفس الحكاية في ايه? في الاند اللي هنا والاند اللي هنا. دول على بعضهم يمثلوا الفاتي اسد سنسيز اللي هو الاكتب. واخدين بالكم الدواير متصلة ببعضها. علشان الاجزاء التاتش تويتش ازر. الكلام ده فين? الكلام ده في الكلام ده في اليست والماملز. الساديات والخمير والخميرة. علشان تركبهم لحد ما معقد شوية. اما في النباتات والبكتيريا الانزيمات دي ما بتبقاش متصلة ببعضها كده بتبقى ايه? بتبقى سبرت منفصلة. طيب السبع انزيمات دول بيطلعوا من اين? بيطلعوا من سنجل جين. اي بروتين في جسمنا? في جين مسؤول عن تصنيعه. الجين ده الجين ده لما اترجمه يطلع لي بروتين. معنا انا بقى الدني دلوقتي السبع انزيمات دول بيطلعوا من كم جين? بيطلعوا من جين واحد. يعني الجين واحد بيطلع للسبع انزيمات. عشان كده متصلين ببعضهم. لان على بعضهم يعتبروا بروتين واحد. السلايد دي او الدياجرام ده بدايته فين? بدايته هنا. اهي. اللي هو التفاعل اللي فات اللي احنا خدناه. من الاسيطايل كو ايه بيتحول لملونيل عن طريق الكاربوكسيليز. حقيقة اللي بتحصل ان انا بيبقى عندي فيه تومولوكيولز من الاسيطايل. واحد يتحول لملونيل واحد يفضل زي ما هو. واحد اسيطايل كو ايه واحد ملونيل كو ايه. نفس التوقيت عند الفاتي اسد سنسيز يبدأ يدخل جواه التفاعل. رقم واحد هو المونمر الاولاني. رقم اتنين هو المونمر التاني. ايه اللي هيحصل بمنتهى البساطة? المونوكيول اللي هو الاسيطايل هيتنقل على رقم واحد. يشبك في رقم واحد. بوسطة انزيم من اللي داخل في تكوين المونمر نفسه. يعني المونمر ده عبارة عن سبع انزيم. انزيم منهم هو اللي هيعمل الشبكة دي. انه ينقل الاسيطايل. بعد ما كان فاضي بقى عليه اسيطايل. طب اسمه ايه الانزيم ده? او اسمه ايه? اسمه ايه الجزء من الانزيم ده اللي عمل كده? اسمه اسيطايل ترانس اصيليز. بنفس المنطق الملونيل اللي كان موجود عندي في بداية التفاعل. هيتنقل على المونمر رقم اتنين بوسطة انزيم اسمه ايه? اسمه ملونيل ترانس اصيليز. اسيطايل ترانس اصيليز. ملونيل ترانس اصيليز. ادي الانزيم اللي اسمه مفاتي اسد سنسيز. مونمر الاولاني شايل اسيطايل. المونمر التاني شايل ملونيل. الخطوة اللي بعدها من اسيطايل يسيب مكانه ويشبك في الملونيل اللي تحتيه. اسيطايل اللي هو المربع الازرائل اللي قدامي ده. يتنقل بالمنطقة البساطة على المركب اللي تحته والاسمه ملونيل. يعني معنى كده ان المونمر عندي هيبعد كده الاولين هيبقى فاضي. والمونمر التاني هو اللي شايل المركب على بعضه. والمركب ده اسمه ايه? اسمه اسايل عشان انا ببني فاتي اسد. كلمة فاتي اسد باللاتين يعني اسايل. بس اي اسايل او اي فاتي اسد المفروض ان يبقى عبارة عن هيدرو كاربونتشين. وهكزا. هل الكلام ده بينطبق على الاسايل اللي قدامي? لا. انا لو جيت اعد الزرات بالشكل ده من اول هنا. يعني دي رقم واحد. دي رقم واحد. رقم اتنين. اجي عند رقم تلاتة. اللي عبارة عن كيتون جرو. يبقى ده اسايل. فاتي اسد. بس مشكلته ان هو عند زرات الكاربون رقم تلاتة في كيتون. فلازم اسميه تلاتة كيتو اسايل. انا كده لسه مصلتش للفاتي اسد اللي انا معتد عليه. هلازم اعمل خطوات كتير اللي اتنوصل للشكل اللي انا عاوز. اسم الانزيم اللي بيعمل الحكاية دي. بما ان المركب اسمه تلاتة كيتو اسايل. يبقى اسمه هو نفسه الانزيم ايه? تلاتة كيتو اسايل سنسيس. اسم الانزيم ممكن ياخد اسم السبستريت اللي هو شغال عليها. والاكشن اللي هيعمله. او الحاجة اللي بتنتج عنه. هنا الانزيم خد اسم المركب اللي هو بينتجه. هو بينتج ايه كيتو بيعمل له ايه? بيعمل له هنا. عشان كده اسمه كيتو اسايل سنسيس. هو الانزيم ده. لتالت واحد من المونمر بتاع الفاتي اسد سنسيس. اللي اولاني كان التاني التالت كيتو اسايل سنسيس. اخر خطوة وصلنا لها ان انا بعندي كيتو اسايل انزيم. كيتون جروب دي انا لها. انا عايز احول السي دابل بند او الى سي اتش تو. مقدرش اعمل كده مباشرة. عشان كده هعمل ثلاث غطوات. اول خطوة فيهم هي اللي في السلايد اللي قدامي. الخطوة دي ان انا اضيف هيدروجين. المحضرة اللي فاتت هنا بشرح قلت لكم ان انا عندي كلمة ياما اضافة الكترونات اما اضافة هيدروجين. هنا اللي انا بعنيها ان انا بضيف هيدروجين. اجيب الهايدروجين منين? اجيبها من شيال الهايدروجين. مين هو? اللي هو النات بي اتش بلاس اتش. بنحفظ اسمه كويس عشان بعد كده فيه سلايد كاملة عنه. النات بي اتش بلاس اتش توها هيدروجين اللي موجودة فيه هتتضفع على الكربونة اللي هي كانت كيتون زمين. لما حط لما حط هيدروجين في الكربونة دي على يبقى سي اتش يبقى سي دابل بندقو تتحول الى سي اتش او اتش. يعني هتبقى ايه? هتبقى هيدروكسل هيدروكسي اصايل انزيل. كيتون تحولت الهايدروكسل باضافة توهايدروجين. مين اللي شايلهم نات بي اتش بلاس اتش. اسم الانزيم اللي هيعمل كده? كيتو اصايل ريداكتيز. هو شغل على مين? عالكيتو اصايل. هيعمل له ايه? يعمل له اصايل. اخير حاجة وصلت لها ان انا عندي بقية زرة الكربون دي فيها هيدروكسل جروه. هشيل بوزق مية. هشيله منين? هشيل هيدروكسل من الكربونة اللي انا لسه ضيفه. من هنا. وهيدروجين من الزرة اللي جنبها. هيدروكسل من الهايدروكسل اللي انا لسه ضيفهها. وهيدروجينة من الكربونة اللي جنبها. الانزيم اللي هيعمل كده. اسمه ايه? مفروض ان الاسمه دي هيدراتيز. دي هيدراتيز او هيدراتيز. لو كتبتوها كده او كتبتوها كده هالتنين واحد. هطلع بالجزء مية. لما اعمل الحركة دي صرتيني الكربون اللي انا اشتغلت عليه ومشلت منهم جزء المية. يتحولوا الى ايه? الى سي دابل بوند. سي اتش دابل بوند سي اتش. هاي بقى اسمه ايه? انساتيوريتد او اينويل. حضرة اللي فاتت قلنا ان الانساتيوريتد بقى اضيف عليه المقطع اينويل. اما اقول اتنين تلاتة انساتيوريتد لان الدابل بوند ما بينت لزارة الكربون رقم اتنين وتلاتة وعرفت ببدأ العد من ايه? لاما اقول عليها اينويل اصايل. بالسلايد اللي فاتت انا عملت نفت تو هيدرشين. السلايد دي شلت جزء مية. من تو كربون جنب بعض. اتخلقت عندي دابل بوند. اللي حصل بعد كده. انا كنت وصلت ان انا عندي الفاتي قاس ده هو. بس في دابل بوند. مش الشكل اللي انا عايزه. انا عايز الشكل اللي هو هيدرش سري سي اتش تو سي اتش تو هكزا. اللي فاضلي عشان اوصل اللي انا عايزه. ان انا حاول الدابل بوند دي بدل ما هي سي اتش دابل بوند سي اتش تبقى سي اتش تو سي اتش تو. انا عايز اضيف هيدروجين هنا وهيدروجين هنا. هيبقى هعمل كمان ده التاني هنا في التفاعل ده. بالانساتوريتد اصايل انزايم او الانويل اصايل بوسطة الانويل ريداكتيز اللي هيعمل هيدروجين باستخدام الناتبي اتش بلاس اتش. تاني هو. تاني من الناتبي اتش بلاس اتش. يتحول الى ايه? الى سي اتش تو سي اتش تو. انا كده وصلت اللي انا عايزه. اصايل انزايم. دي رسمة مجمعة كل المعادلات على بعضها. انا كنت مقطعوها للتسهيل. انا اخر حاجة وصلت لها. او خلينا نقول من الاول عشان كأننا بنراجع وبعدنا نضيف الجزء الجديد. الانزيمة هون. وبستخدم ملوكيول من الاسيطايل وملوكيول من المالونايل. اسيطايل هيمسك فين? في رقم واحد. مالونايل هيمسك فين? في رقم اتنين. وبعدين الاسيطايل يتنقل من رقم واحد. يمسك في المالونايل اللي في رقم اتنين. عشان يتحده مع بعض. بطلق بطلع بالملوكيول من الكربون الاسيطايل كربونتين المالونايل تلت كربونات خدت واحدة منهم في سورة يبقى في النهاية خالص 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 القصيل اللي تلع عندي في اول دورة عبارة عن كم كربونات اربع كربونات اربع كربونات طيب انا لو ببني فاتي اسد طوله ستاشر كربونات انا لازم هكرر الدورات دي كزا مرة عشان اوصل للعدد اللي انا عايزه لاني بعمل دينوفا انا بنيت اربع يبقى لسه فاضل لي عدد كربونات كتير قوي الاسيطايل هنا ماسك فين ماسك على رقم اتنين هيقوم لافف تاني اهو يلف على رقم اتنين ماسك فيه رقم اتنين هيجيله مالونايل جديد مالوكيول جديد من مالونايل انا كده في تاني دور الدور الاولانية خلصته في تاني دور نهاية الدور الاولانية فيها قصائل ماسك في رقم اتنين هيجيلها مالونايل جديد عشان يضيف كربونتين المالونايل بيحب يمسك دايما في المونومر رقم اتنين ومعامله ديسبلسمنت يعمل ديسبلسمنت للقصائل ينقله فوق هنا على رقم واحد المالونايل الجديد يعمل ديسبلسمنت للقصائل اللي طالع من الدورة اللي قابليه ينقله على رقم واحد وهو يمسك في رقم اتنين وبعدين الخطوة اللي بعدها زي ما كانت في اول دورة الاسيطايل يشبك في المالونايل الدورة اللي بعدها الاسيطايل يمسك في المالونايل ينكمل الرياكشن بنفس الصور يبقى اول دورة اسيطايل مالونايل الدورات اللي بعد كده لغاية موصل لعدد الكربونت اللي انا عاوزها كل مرة بضيف اتنين قصائل مالونايل طيب انا لو بابني بالميتك اسد 16 كربونة تفتكروا هكرر الدورة كم مرة يعني اعمل كم دورة بعد الدورة الاولانية الدورة الاولانية بيطلعني منها مركب اربع زرات كربونة والدورة الواحدة اللي بعد كده هتضيف بيه كل مرة هضيف اتنين يبقى اتنين في ستة باتناشر يبقى هعيد الدورة ست مرات بالاضافة لأول دورة الدورة الاولانية بالاضافة الى ست دورات عشان هطلع بالميتك طيب لو انا وصلت للبالميتك اسد اللي انا عاوزه خلاصه وتكونته هنا هستكدم اخر انزيم من الفاتي اسد سنسيز اللي اسمه سايو استريس بيعمل ايه؟ بيكسر لي البالميتك اسد باضافة الايه؟ الووتر طيب لو انا عايزة مثلا ابني فاتي اسد تمنتاشر كربونة يبقى هعمل كم دورة؟ هعمل سبع دورات بالاضافة الى الدورة الاولانية دورة الاولانية بالاضافة الى سبع دورات شوية تعليقات على الفاتي اسد سنسيز اللي انا درستها المواد الخامل لنا استخدمتها استخدمت ايه؟ لو انا بابني بالميتك اسد تفهم ان احنا بنعمل كم دورة؟ بنعمل سبع دورة دورات اول دورة باستخدم فيها ملوكيول من الاسيطايل وملوكيول من المالونيل ست دورات اللي بعد كده كل مرة كنت باستخدم مالونيل يبقى ستة مالونيل زائد واحد مالونيل يبقى سبع واسيطايل يبقى واحد اسيطايل وسبع مالونيل كل دورة كنت باستهلك فيها كم ملوكيول من النات بي اتش بلاس اتش انا عملت مرتين وانا عملت سبع دورات يعني الدورة الواحدة بتستهلك ملوكيولز وهم سبع دورات يبقى اتنين في سبع واربعتاشر واربعتاشر ملوكيول من النات بي اتش بلاس اتش خلاص دي الايه دي المستهلكات طيب انا النواتج اللي طلعت عندي طلع عندي ملوكيول من البالماتيك الاخر دورة دورة السبعة طلعت كم ملوكيول من الكاربوت دايك صاعد سبعة ان اعملت سبع دورات كل دورة بطلع فيها ملوكيول واحد الناتج سبعة ملوكيول من سي اتو مفروض برضو ان انا طلعت كل دورة ملوكيول من ال得ش تو او يعني المفروض ان انا لو عملت سبع دورات بطلعت سبع ملوكيول من ايه من المية هتش تو او بس ما ننساش ان احنا في اخر دورة لقيت دورة رقم سبعة في حالة البالماتيك انا استهلكت ملوكيول من المية علشان افصل البالماتيك من الانزايين انا طلعت سبعة لكن استهلكت واحد يبقى النتيجة ان انا طلعت 16 زائد تمانية كو اش لان الاسيطايل كو اي والسبع كل مرة لما بركبهم على بعض بطلع من الكل من الايه من الكو اش زائد الكو اش الاخرانية اللي هي في البالميتك يعني المواد الخامل لانا استخدمتها اللي هي عبارة عن واحد اسيطايل وسبع كل مرة بفقد كو اش كو اش كو اش كو اش هم تمانية يبقى بفقد تمانية كو اش ده ده الكو انزيم اللي هو لما يمسك في الاسيط في الاسيتيك اسد او في الفاتي اسد يبقى اسم كو اش يعني هو قبل ما يمسك اسم كو اش بعد ما بيتحد مع الملوتول يبقى اسمه كو اش خلاص? وتمانية نات بي بعد ما فضي. يعني انا دخلت اربعة اصدر اربعتاشر. دخلت التفاعب اربعتاشر نات بي اتش بلاس اتش. خربت باربعتاشر نات بي. فضيه. تمام كده? طيب. احنا قلنا ان احنا في البالميتك مستخدم واحد اسيطايل وسبع مالونيكة. الاسيطايل ايه ده? كلمة برايمر. هندرسها هنا. او سمعناها هنا وهنرجع نسمحها تاني على الاربيولوجيا. برايمر يعني البادئ. يعني الحاجة اللي هي اول طوبة انا ببنيها فى الملكيول اللي انا ببنيه. يعني انا ببني مثلا فاتي اسد. اول ملكيول استقدمت. اول طوبة حطتها فى الملكيول كانت ايه? كتابها عن اسيطايل قو אيه? عشان كده بقول عليها البرايمور البادئ. الطوبة اول الطوبة بحطها وبعد كده قابل فوقها. خلاص? طيب الاسيطايل كو ايه ده اللي هو برايمور? هيمثل ايه? او انهي زرات كربون من البالميتيك اسد اللي انا ببنيه. عايزاكم ترجعوا تاني للرسمة شايفين المربع ده? ده الاسيطايل هو اللي هو كان في بداية التفاعل. لما يتنقل على المالونايل هنا كده. يعني المربع اتنقل. هنا كده. معنا كده ان ان هو هيبقى بيمثل زرة الكربون رقم خمستاشر وستاشر. اما المالونايل اللي انا بضيفه. لا ده ده عمال يضيف لي زرات بعيدة عن الخمستاشر والستاشر. يعني اربعتاشر تلتاشر اتناشر حداشر وهكذا الغد ما وصل للكربوكس الجروب كلهم عبارة عن مالونايل. مال الاسيطايل ده اللي هو اللي هو الكربون دول اللي انا بدأت بيه. بيمثل ايه? بيمثل رقم خمستاشر وستاشر. لان اما بيتنقل بيتنقل على الحرف. طيب. لو انا عندي فاتي اسد قد. قد يعني ايه? قد يعني العدد الزرات بتاعته فردية. انا لازم اماجي ابني مش هينفع ان انا ابني من الاسيطايل والمالونايل. الحالة دي البرايمر عندي او الحاجة اللي انا هبدأ بيها الطوبة اللي انا هبدأ بيها. بيبقى عبارة عن فاتي اسد تلت تلت كربونات. اللي هو اسمه بروبيونايل. بيبقى الاسيطايل ده البرايمر بتاع الفاتي اسد. زي البروبيونايل. ده بيبقى البرايمر بتاع الفاتي اسد. اللي هو بيبقى خمستاشر او سبعتاشر او جيرو. وده مش موجود كتير بيبقى موجود بس في الايه? آآ حاجة سنهر يوم من انتفاب والملك. موجود في اللبن. خلاص دي شوية تعليقات على الاكسترام هيتو كوندريال بايو السلايد الهائية اللي احنا اخدناها. كان في كان في ملحوظة كده عن تصنيع الاودتشين فاتي اسد بتفعنا ان هو بتاعها مش الاسيطايل. وقلنا ان ان الاودتشين فاتي اسد دي موجودة فيها ايه? الامسالة اللي موجودة فيها? كان كان المسال اللي هو فات عند من كلمة لما دورت عليها معناها الحيوان المقتر. الحيوان المقتر اللي هو بعض انواع من الحيوانات. بعد ما بتبلع الاكل بترجع تاني يتحرك من المعدة يوصل للفم تاني وترجع تنضغه كزا مرة. كزا مرة ينزل المعدة كزا مرة ترجع ترجعه على الفم وتنضغه. ده كلمة الاكترار. هو موجودة في الريوم ان انت فات والريوم ان انت ملك. طيب نتكلم بقى شوية تفاصيل كده. انا قلنا ان المادة الخام اللي انا بابني منها الفاتي اسد هي الاسيطايل كو ايه? سواء انا استخدمته في صورته اللي هو المولوكيول الاولاني اللي انا باستخدمه في صورة اسيطايل كو ايه او حولته الى ملونايل. طيب الاسيطايل ده بقى جاي منين? ليه الناس اللي بتاكل الكربوهايدريت بتتخن? ايه علاقة الكربوهايدريت بالفات? الكربوهايدريت لما بعمل لها جلايكوليسيس. اخر حاجة كنت بوصل لها جوه السيتوبلازم ده عملية بتحصل دبس وي. بيحصل جوه السيتوبلازم. فبيديني في الاخر البايروفيك. البايروفيك بعد كده بيتمقل الى المايتوكندريا. جوه المايتوكندريا. بيحصل له حاجة اسمها اكسيديتف دي كربوكسيليشن. بيتحول الى ايه? الى الاسيطايل. الاسيطايل كو ايه اللي جالي ده? لو طلعلي. في قدامه حاجة من الاتنين. اول بص واي بيمشي فيه انه هو يتحرق عن طريق كريبس سايكل. طب انا دلوقتي خلصت كل الاستنفست كل طقتي في الكريبس. ولسه في كمية من الاسيطايل كو ايه? عشان انا واخد كربوهايدريت كتيرة ودي الاسيطايل كو ايه اللي فاضل الفايت ده فين. بيصنع منه فات بيقدر العلاقة ما بين الكريبوهايدريت والفات اننا نو كانت كربوهايدريت كتير فوق طاقتي وفوق طاقة الجسم به cellphone بيحرق منها على قد ما بيحرق وجزء اللي فاضل بيحوشه في صورة ايه? في صورة فات. خلاص. بيقدر العلاقة بين الكريبوهايدريت والفات. يعني معنا كده اننا الاسيطايل كو ايه? بيطلع فين? في المايتوكندريا ولا في السيتوبلازم بيطلع في الميتوكندريا. طيب وانا دلوقتي البصويل اللي احنا اللي احنا لسه شرحينه كان اسمه ايه? كان اسمه سيتوبلازمك او اكسترا ميتوكندريا. بمعنى كده ان انا الاسيطايل ده المادة الخام دي اللي هي طلع جوه الميتوكندريا لازم انا نقلها الى مكان التصنيع. خلاص? من فيه مكان اللي طلعت منه اوديه الى المكان اللي هتدي فيه حاجة تانية. يعني احوق انقلها من الميتوكندريا الى السيتوبلازم. مشكلة ان الاسيطايل كو ايه? ما بتعرفش تعدي من الميتوكندريا. الميتوكندريا الميبرين. الانر بيبقى ايه? يعني جير اه منفس بالنسبة لها. فانا لازم دلوقتي الاقي طريقة. لاقي طريقة خرجوا بيها. فانا ما يكون في حاجة انا مش عارف خرجها في صورتها. بعمل ايه? بهربها. فانا بخرجها في صورة دير صورتها الحقيقية. يعني اللي بيحصل بالضبط ايه? اللي بيحصل بالضبط ايه? رسمة بتمثل ايه? الميتوكندريا والسيتوبلازم. ايه دي السيتوبلازم اهو? وادي الميتوكندريا والتعرجات بتاعتها. ودي الاسيطايل اللي هو اللي انا عايزة نقله. هو دي المادة الخام. عايزة نقلها من جوة لبرة. فبنقلها ازاي? فبقوم. نخليها بتتحت مع حاجة اسمها اجزالو اسيتيت. الاو اي اي ده عبارة عن اجزالو اسيتيت. الاجزالو اسيتيت مع الاسيطايل. وسطة انزيم اسمه ستريت سنسيز. ستريت سنسيز. هالله علي ستريت. شفتوا اسم الانزيم جاي منين? جاي من من المادة اللي هينتجها. والاكشن اللي هيعملو اللي هو الستريت سنسيز. الستريت ده بقى ده ممكن يعدي عادي. مفيش مشكلة. بيقم عدي من خلال اللي انه من الميتو كوندرين ميمبريل. ان الميتو كوندرين ميمبريل. وصل خلاص السيتو بلازم. بعد ان ينصل السيتو بلازم اقوم رجعه ايه? لحالته العادية. افكيكه تاني واخد الاسيطايل كو ايه بتاعي. المرة دي الانزيم اللي هيعمل كده اسمه ستريت لايز يعني الانزيم اللي بيكسر الستريت لايز يعني يكسر. طلعت تاني بالاسيطايل هو اللي انا عايزه. والاجزالو اسيتيت ايه? رجع. خلاص كده تمام? ناخد بالنا ان الستريت. الستريت ده عبارة عن اسد. حاجة اسما يقولوا عليها تراي كربوكسيليك اسد. يعني حمض فيه تلاتة كربوكسيليك جروه. الستريت ده عشان يخرج من الانر ميتو كوندر الميمبريل بيتشال او بيتنقل عن طريق نقال. اسمه ايه? اسمه تراي كربوكسيليك ترانسبورتر. يعني نقال للحمض السلاسي الكاربوكسل. ان الستريت سلاسي الكاربوكسل. ناخد بالنا ان العملية دي اللي هي عملية تكسير الستريت بتحتاج طاقم. يبقى انا كده نقلت المادة الخام بتاعتي اللي بتطلع في مكان. الى المكان اللي هيحصل فيه تصنيع. اثناء تصنيع الفاتي اسد. انا بحتاج نات بيتش بلاس اتش. ده السورس اوف هيدرج اللي هيعمل بيه بيجي منين. في عندي من اللي في عندي كزا سورس. اول واحد اللي هو حاجة اسمها الاتش امي بيشاند. انا اخدها ان شاء الله في مجيور الاي بيل في التريم التاني. ده اهم سورس. ده بيحصل بجولوكوز باكسب الجولوكوز بطريقة معينة. غير غير طريقة بحيس في انها في الأخير بتطلعتي الانت بيتش بلاس اتش. ده اهم سورس. سورس التاني المالك انزاين هو بيتحافظ كده. مالك انزاين السورس التاني الانت بيتش بلاس اتش. اخر حاجة سايتو بلازمي ازوسيتريت offshore الى هيدروجينيز. سيتو بالازميك يعيزو سيتو بالازميك الكده انا خلصت السيتو بلازميك او الاكسترامايتو كونتريال السينسزو فاتي اصيد او في دينوفو. هاخدوا بقى بايه مقارنة بالتوبة سويز التانية. ده كان بيحصل في السيتو بلازم الاكسترامايتو كوندريا. المايكروزومة اللي بيحصل في الايندو بلازم كريتكلم. المايتو كوندريا اللي هيحصل في المايتو كوندريا طبعا. طيب انا في السينسسز هنا اللي هو الاكسترامايتو كوندريا. كنت ببني ايه دي نوفو يعني واحد من الاول جديد ولا بطول. لا كنت ببني ايه دي نوفو. خلاص. بضيف زرات جنبه بعضها. وبعدين في الاخير بطلع ايه بفاتي اسد جديد. انما المايكروزومة بعمل يعني انا عندي فاتي اسد. اصير بطوله. يعني هنا مسلا في المايكروزومة بطول البالميتك اوصله الى ايه الى اتنين وعشرين وعشرين وعشرين. انما المايكروزومة بطول الشورت والميديم احاولهم الى ايه الى بتشين فاتي اسد. طيب انا اه اه كربون. خلو بالكم ان انا البرايمر عندي في حالة كان الاسيطايل اللي ببدأ بيه. لكن اللي بيطول لي عدد الكربونات او بي بيعمل اضافة للكربونات كان المايكروزومة المالونايل الميتوكوندريا الاسيطايل. مين اللي كان بيبقى شايل الفاتي اسد اثناء التصنيع? فاتفقنا اننا عندي المونومر بتاع الفاتي اسد سنسيز كان عبارة عن سبع انزاي مشيال فاكرين ما كنت بشرهه. فالشيال ده هو اللي بيبقى شايل الفاتي اسد اثناء التصنيع. يعني اول دورة بيطلع عليه. اسييل عبارة عن اربع كربونات. الاربع كربونات دول متشرينه على انه جزء من الانزيم على الاي سي بي او الاسييل الكارير بروتين اللي هو موجود في تركيب الانزيم. رجعوا تنيه لتركيب الانزيم هتلاقوا في دايرة مكتوب عليها اسي بي. هي دي اللي بتبقى شايلة الانزيم اثناء ايه اشايلة الاسييل اسناء التصنيع. طب ما مين اللي بيبقى شايل في الماكروزومة الكواش وفي الماكروزومة بيبقى الكواش برده دي كلها اسل الام سيكيو ها طيب الفاتي اسد سينسيس في حالة حاجة اسمها مالتي انزيم كومبليكس يعني هو انزيم واحد عبارة عن بروتين واحد كل جزء منه بيقوم بوظيفة متصل على بعضه عشان كده قلت عليه مالتي انزيم كومبليكس يعني هو انزيم واحد ولكن معقد في التركيب عبارة عن اجزاء الاجزاء دي متصلة ببعضها فهو فعليا واحد خلاص قدامي هو عبارة عن واحد لكن ساعة الشغل او وظيفيا عبارة عن اجزاء حالة الماكروزومة والميتو كوندر اللي بتبقى الانزيم دي منفصلة عن بعضها خلاص يعني عبارة عن سبع بروتينات مش بروتين واحد ومتقسم طيب الكو انزيم اللي هو مسؤول عن الريدكشن اللي هو اتفقنا في الاكسترا ميتو كوندر اللي بيبقى الناد بي اتش بلاس اتش المايكروزومة زيه والميتو كوندر اللي قدر استخدم ناد اتش زياد اتش وناد بي اتش ناد بي اتش بلاس اتش اللي بالكو انتو دايما بتبقوا عندكو خلط او ما بتقدرش تفرقه ما بين الكو انزيمز وبعضها في فرق بين الناد ناد بيفرق عن الناد بي بيفرق عن الفاد يبقى في فاد وفي ناد وفي ناا وفي ناد بي الخلاص يا جماعة لازم نعرف ان في فرق بينهم وفي انزيم يدي تحب تستخدم الناد كو انزيم في انزيم يدي تحب تستخدم الفاد وفي انزيم يدي تستخدم الناد بي طب انا عندي هنا في الفاتي اس SAS już نوع كو انزيم عباره عن ايه في الاكسترا ماتش بلاس اتش مقارنة مه kasu. لبقى انا عملت اول خطوة تصنيع الجليسرول تصنيع من الجليسرول لان الجليسرول جاي من الجليسرولج والفاتي أسد جاي من الجليسرولج من الجليسرولج جاي من الجليسرولج خلاص الخطوة الثالثة هنا اeduc mein rebadora انتة ترايقها لبقى الاعتنين على بعض نبقى يكون ليونثر اقصى الجليسرولج قال له بالكو ان انا في البايو عشان ادخل مولوكيول معين في التفاعل لازم المولوكيول يبقى في صورة اكتف صورة اكتف يعني هركب له حاجة عليه لما جيت وخدت الجليكوليسيز الجليكوز عشان اعمله جليكوليسيز لازم يبقى في صورة ايه جليكوز سيكس فوسفيد كانت اول خطوة من خطوات الجليكوليسيز انه يبقى في صورة جليكوز سيكس فوسفيد خلاص بنفس المنطق ده انا لازم انشط للمركبات اللي انا هستخدمها في التصنيع الفاتي اسد عشان اقدر استخدمه لازم اعمله اكتيبيشن يعني حوله من اسايل الى اسايل كو ايه واسطة انزيم اسمه سايوكاينيز في وجود الاتب مع فقدان تو اتيبي خلاص او تو فوسفيت تو هاي انرجي فوسفيت بوند خطوة دي احنا هنرجع ناخدها تاني ان شاء الله وفي الاكسيديشن مهم ان انا عشان استخدم اي فاتي اسد لازم في صورة اكتيب فاتي اسد باللاتيني يعني اسايل فبحول الاسايل الى اسايل كو ايه باستخدام انزيم اسمه سايوكاينيز باستهلك طاقة قد ايه تو هاي انرجي بوند الاسئلة دي ام سي كيو وانا كده نشرط الفاتي اسد طب الجليسرول طمشية الجليسرول الجليسرول ده عبارة عن ايه ثلاث زرات كربون فبركب فوسفتاية على كربون ورقم 3 يبقى اسمه جليسرول 3 فوسفيد بواسطة انزيم اسمه جليسرول كينيز في وجود الاتب والماغنسيوم اي كينيز على فكرة اي كينيز انزيم بيستخدم ماغنسيوم المرة دي هفقت كم فوسفتاية او كم هاي انرجي بوند واحدة بس بنشط الفاتي اسد وفقدت تو هايدروجين ايه تو هاي انرجي بوند او تو فوسفيد نشط الجليسرول وفقدت اديه واحدة بس فوسفيد خلاص او واحدة اطول لبعد كده تعالوا بقى على الدياجرام ادي الجليسرول 3 فوسفيد اوه بمنتغي البساطة او منقل له اسايل كو ايه اللي هو ده هيمسك فين؟ هيمسك في الكربون ورقم واحد باستر لينكتش زي ما احنا متعودين واخدنا قبل في شرح الكيمستر المرة اللي فاتت لما اركب اصيل كو ايه او اصيل على كربون ورقم واحد في جليسرول عنده فوسفتايا عند الكربون ورقم ثلاثة يبقى اسمه ليسوفوسفاتيديك أسد يبقى الليسوفوسفاتيديك أسد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جليسرول ثلاثة فوسفيد الكربون ورقم واحد فيه متحدة مع فاتي أسد اسمه الليسوفوسفاتيديك أسد الخطوة اللي بعدها بقمنا اقل له كمان فاتي أسد تاني مرضي هنقلها على رقم كام؟ على رقم اتنين يديني مركب اسمه فوسفاتيديك أسد عبارة عن ايه؟ فوسفاتيديك أسد عبارة عن جليسرول ماسك فيه فاتي أسد عند الكربون رقم واحد واثنين ولسه فيه فوسفتايا عند رقم ثلاثة بقسمه فوسفاتيديك أسد يبقى الفرق بين الليسوفوسفاتيديك والفوسفاتيديك ان الليسو اقل من الفوسفاتيديك بواحد اقل منها بفاتي أسد الخطوة اللي بعد كده اخلع الفوسفتايا اللي هي عند رقم ثلاثة لما اخلع فوسفتايا أنا كده كونت الضايق أصايل جليسرول فاكرين لما كنا بنقول الضايق أصايل جليسرول لما أرى عن تو فاتي أسد وجليسرول يبقى الفرق بين الفوسفاتيديك والضايق أصايل جليسرول هم الاتنين عبارة عن جليسرول متحد مع تو فاتي أسد بس الفوسفاتيديك فيه فوسفتية عند الكربون رقم ثلاثة لما أكسرها أحاوله إلى ضايق أصايل جليسرول تكروا الخطوة اللي بعد كده إيه إن أنا أنقل الفاتي أسد اللي هو الرقم ثلاثة. عن الفتئاسد رقم ثلاثة. بقى اسمه طراي اصايب جليسر. انا كده عملت ايه صنعت? طراي اصايب جليسر اللي انا كنت عايزة بنية. بس كده الدنيا واضحة.